السلام عليكم اهلا بكم مع مهندة برمين حمودة للسيارات 0505163525 في ابوضابي والعين اليوم بمبشركم بوصول دفعة الموديل الواحد وعشرين من التريل بوس الكابينة الوحدة في زي ما احنا شايفين السيارة اللي قدامنا لونها اسود هي الاكتر طالبا عندنا حاليا ناحية اللون طبعا الجديد في السيارة احنا هنقولوك عليه حالا بس خلينا نشوف شكلها من برة المواصفات اللي عليها طبعا تشغيل عن بعض الحساسات الامامية والخلفية الهوكات الحمر شعار اسود توائر حجرية نشوف اياسهم كام 275 على 65 على 18 رنجات سود طبعا الامريات عليها الاشارات والليتات تبع البر وعليها النقاطة العامية كمان دخول ذاكي على الابواب نشوف لك لها كيف من الخلف ترى البوس ترى شكلها من الخلف يكون عندنا فيه كاميرتين خلفيتين وراء واحدة للريفيرس او للرجوع للخلف والكاميرا التانية للهوك تورينا رؤية الهوك طبعا واحنا داخل السيارة مش محتاجين نطلع منها نشوفها من الداخل المسند عليه الجلد تخشيب متحكم كامل في الأوف رود أوتو، فور هاي، فور لو، وتو هاي وضاء ذاتية طبعا الهد بريكزير زي شكل الستيرينج او السكان مع الشعر الاسود كرسي السائق متحرك ستاة طبعا مخمل اللي هو ووتا بروف هي بتكون فيها طبعا ستين اتنين فقط بسدة ستة في النص اللي احنا شايفين نطلع نشوف الداخل فيها عندنا شاحن لسلك للتليفون تحكم كامل طبعا عند الشاشة شاشة تمانية انش تورينا رؤية الكاميرا الخلفية وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو عندنا هنا تشغيب الزر او البصمة اوامر صوتية مثبت سرعة عداد ديجيتل مع ار بي ام مع عداد السرعة ناكيخ ضغط الاطارات مشاكل الشاشة الجديد هنا في الواحد وعشرين حاجة اسمها اون ستار هي خدمة جديدة هتتفعل ان شاء الله من اول السنة والاس او اس بتكون السيارة متوصلة بالكول سنتر بيساعده طبعا في حالة التوارق في حالة المعرفة اي اتجاه لخريطة اماكن عايزين تروحوها السيارة بيكون فيها هوت سبوت واي فاي ده جديد طبعا في الواحد وعشرين عندنا هنا الازرار نقدر نفسر الارباج قبل ما ندخل الرم طبعا فصل الحساسات فتح الباب الخلفي الاربع اشارات التراكشن كنترول ومخرج للكهربا ما احنا شايفين زي اللي في البيت وصلة يو اس بي يو اس بي تايب سي ومنع انزلاق في منحدرات سيارة بتكون طبعا مكينة 5.3 بي ايت ست سرعات اوتوماتيك بتشتغل اربعة او تمانية سلندر حسب الاربي ام عشان تاخد كترول طبعا اقل الليتر الواحد فيها بيمشيها في حدود التسعة كيلو الليتر الواحد وتنكاها تمانية وتسعين متر طيب دلوقتي احنا ندخل نشوف الفئة التانية اللي موجودة عندنا من الكابينة الواحدة اسمها ال تي قدامنا هنا اللي هون ابيض كمان يلا بينا ندخل نشوف ال ال تي اوكي مرة تانية معاكم مهند غلام من بن حمودة للسيارات 0505163525 احنا شفنا التريل بوس دلوقتي احنا قدامنا الفئة ال ال تي الفرقات اللي بينهم زي ما احنا شفنا على التريل بوس بيكون شبك ودعميات سود هنا شبك اه كروم مع الدعميات الكروم الشعار دهبي آآ الجرينجات شكلها مختلف ولونها مختلف طبعا اياس التواير خلينا اقول نفسه تقريبا لا هو هنا اقل شغال لان هنا طبعا التواير مش حجرية مدين خمسة وستين على خمسة وستين على تمانتاشر تمام هي كمان عشان الرمل نفس الموضوع من ناحية المارات نقاط العامية العاميرات دخول ذاكة على الابواب نشوف منها الخلف الاختلاف طبعا ان هنا في دول اكزوست والدعمية كلها كروم كاميرتين نفس الكلام الصندوق طبعا اكبر زي تريل بوس يعني هم اتنين نفس الحجم بس هو اكبر عن القديم خالص اللي هو الالفين وتمانتاشر مثلا نشوفها من الداخل الباب نفسه جلد مع تخشيب الفور باي فور كامل نفس الكلام هام بريكزر ستيرينج نفس الكلام بس الشعار هنا بهبي مش اسود نفس نوع القماش او الووتر بروف والكرسي كمان متحرك الزيادة او الاختلاف هنا انا طبعا زي ما انتم شايفين لما فعليا تلت سيتات السادة دي متحركة او الكرسي التاقل النص وسط نقدم نخليه سادة مع المكان التخزين كمان فاضي طبعا خوش اي سيد او نحوله سيت لو احنا حتاجنا راكب زيادة فده بيدينا فراغ تحت هنا اكيد الشاشة نفس الكلام نفس المواصفات والوظايف مضوع الارباب وكل الازرار نفس الموضوع بالزبط طبعا باختلاف احنا ما عندناش الشاحن نسلكي للتليفون الشاشة هي هي كده شفنا الفرق ما بين الـ 2021 في فئة التريل بوس والـ LT احنا نقدر نخلي الـ LT نفس الشكل التريل بوس لو اخترته نحنا نخلي الرنجات سود والدعميات والشبك اسود كله كامل تبقى نفس الشكل التريل بوس لو حبيته حتى مع الترفيعة الـ 2 انش اللي هي موجودة على التريل بوس يلا في انتظار تعليقاتكم واتصالاتكم لمهند 0505163525 من بن حمودة للسهارات في ابوضبي والعين اهلا بكم